منذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الحوثي وبدء عودة مؤسسات الدولة قبل نحو أربع سنوات والحكومة الشرعية تطلق دعواتها للمنظمات الدولية وتضغط باتجاه ضرورة فتح مقرات لها في العاصمة المؤقتة بدلاً من العمل من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد الإلحاح الحكومي بدأت المنظمات بفتح مقرات لها ونقلت بعضاً من أنشطتها إلى عدن بالتنسيق مع الشرعية وهو مؤشر على السيناف عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة وبدء تطبيع الحياة لتمارس عدن دورها كعاصمة لليمنيين غير أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن أعادتها إلى المربع الأول أو ربما ألقت بها إلى المجهول في تطور لافت ورداً على انقلاب الميليشيا المدعومة من الإمارات على الشرعية في عدن حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في عدن التي سيطر عليها الانتقالي وشنت قوته حملات اقتحام لمؤسسات الدولة ومنازل قيادات الشرعية المدنية والعسكرية ونهبت محتوياتها حملات أعادت إلى أذهان اليمنيين صور اقتحام الحوثيين للعاصمة الصنعاء ونهب مؤسسات الدولة ومنازل قيادات الشرعية تخفيض عدد موظفي الأمم المتحدة بعداً بحسب المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك فإنه سيستمر إلى حين ضمان أداء مهامهم بشكل آمن كما في السابق الخطوة الأممية اعتبرها مراقبون مؤشراً على تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى الخطر على حياة طواقم المنظمات والمدنيين في عدن ورفضاً لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات التي ستنعكس سلباً على معيشة المواطنين في عدن والمناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر